قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاء ما معنى هذا الحديث؟ وحديث آخر رواه أبو الدردار رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة السيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين قال صلى الله عليه وسلم وفساد ذات البين هي الحالقة أو كما ورد ما معنى هذين الحديثين جزاكم الله أول الحديث الحديث الأول لا طلاق في إغلاء لا طلاق في إغلاء يعني في إكره فالمكره لا يصح طلاقه لأن فعله ليس منسوبا إليه فلو أكره رجل على طلاق امراته بأنه هدد بما يضره من الضرب أو الإيدة أو غير ذلك ثم طلق للتخلص من هذا الإكره فإنه لا يقع طلاقه لأنه مكره النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفية لأمة عن الخطأ والنسيان ومستكره عليه ويقول في هذا الحديث لا طلاق في إغلاق أي في حالة الإكره وأما الحديث الثاني الذي فيه أن إصلاح ذات البين أفضل من الصلاة والصيام والصدقة والصدقة المراد بذلك الصلاة النافلة وصيام النافلة والصدقة النافلة فإصلاح ذات البين أفضل من هذه النوافل لما فيه من إزالة البغض بين المسلمين وإزالة التباعد بين قلوب المسلمين والإصلاح فيه الخير قال الله تعالى والصلح خير وقال تعالى لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فشوه نتيه أجرا عظيما وقال سبحانه وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينها خويكم تقول الله لعلكم ترحمون وصار الإصلاح بين الناس أفضل من نوافل هذه العبادات لأن نوافل العبادات نفعها مقصور على صاحبها أما الإصلاح بين الناس فإن نفعه يكون متعدين والنفع المتعدي خير من النفع القاصر على صاحبه